يوم مهم جدا جدا في متابعة لتلات مباريات مهمة فوز بيرامدز بقيادة النجم رمضان صبحي بتلات أهداف مقابل لشيء على نادي أسترن كامباني قدر رمضان صبحي أنه يسجل هدفين وإسلام عيسى هدف ليرتفع رصيد بيرامدز إلى 41 نوطة بيوصل ملاحقته لنادي أزا مالك حتى الآن على المركز الثاني فريد بيرامدز 46 نوطة مش 41 نوطة وبالتالي النحية الثانية بيوصل ملاحقته لأزا مالك أزا مالك يدر يحزم أو يفوز النهاردة على محمود البنة والبنك الأهلي نهاردة نادي الزمالك كان بيلاعب اتنين منافسين على حكم محمود البنة اللي احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للبنك الأهلي تقدم بيها عاصم صلاح لفريقه ركلة جزاء وفقا لعدد كبير من الخبراء وهنتابع دلوقتي غير صحيحة بالمرة ومن غير خبراء يعني أنا بقولك من غير خبراء لو أي حد الأول مرة بيحكم وما فيش لا فار ولا غير فار مش هيحسب ركلة الجزاء دي لكن قدر نادي الزمالك بشبابه بعناصره الشابة اللي دفع بيهم فريرة المدير الفني سواء من بداية المباراة أو في الشوط التاني وفي حضور ووجود القائد شكابالا محمود عبدالرازق شكابالا قدر سيف الجزيري إنه يسجل هدفين ويفوز نادي الزمالك بالمباراة ويقدر نادي الزمالك بشبابه وهنتكلم عن شبابه دي كويس قوي كويس قوي لإن إحنا هنا في البريمو أول ما انفجرنا بعد مباراة القمة أن الزمالك يمتلك شباب صاعد وواعد يقدر إنه يعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة وقت ما تعادل الأهلي مع شباب الزمالك في المباراة السابقة بناتية اثنين اثنين